السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف أقدم خمس سفقات للاعبين من القارة الإفريقية سوف تحدث وسوف تنتقل إلى الدولي السعودي قبل البداية في التفاصيل والدخول في صف الموضوع والتحدث على كل السفقات أتمنى منكم قبل البداية أن لا تنسى الاشتراك وليك للفيديو سيكاكو جديد ونبدأ أعرف كلاه في التفاصيل أكثر والدخول في صف الموضوع والتعرف على السفقات السفقة الأولى هي الدولي السنغالي خالد كوليبالي لاعب البلوزة تلسي وانتقاله إلى نادر هيلار السعودي حسب ما أكدت الصحفة العالمية والصحفة الإيطالي الشهير فابي رومان أن السفقة بشبه رسمي سوف ينتقل وسوف تتجيم في الساعة القادمة الدولي السنغالي يتجه إلى الدولي السعودي وتحديدا لنادي الهيلار الذي يطمح بقوة التوقع مع الدولي السنغالي قلب دفاع البلوز كذلك المفاوضات صارت بشكل جيد بين تلسي وبين الهيلار لهذا حسب الصحفة العالمية أن بشكل شبه رسمي أن الدولي السنغالي سوف ينتقل إلى الدولي السعودي وتحديدا إلى نادي الهيلار السعودي والصفقة الثانية هي كذلك للدولي السنغالي إدوارد مندي حارز البلوزة تشيلسي والذي سوف ينتقل إلى الدولي السعودي وتحديدا لنادي الأهل السعودي حسب الصحفة العالمية أن الصفقة تمت بشكل رسمي وأن اللاعب سوف ينتقل بشكل رسمي إلى الدولي السعودي وإلى نادي الأهل السعودي لكن لحد هذه الساعة الصفقة لم تعلن لوسائل إعلام والجمهور لكن الصحفة أكدت أن الصفقة تمت وأن الدولي السنغالي سوف ينتقل إلى نادي الأهل السعودي واحد من أكبر الأندية السعودية والعائد مجددا إلى الدولي الدرجة الأولى بعدما كان في الدرجة الثانية في الموسم المنقضي طبعا مندي سوف ينتقل رسميا إلى الأهل السعودي والذي يطمح بقول التعاقد مع صفقة كورا هذا الصيف ومن بينهم مندي الذي نجح في التعاقد معه والصفقة الثالثة هي للدول المغربية الماسترو حاكم زياج لاعب البلوزة تي سي كذلك حسب ما أكد الصحافة العالمية أن المفاوضة الجارية بين حاكم زياج ونادي النص للتعاقد مع وفيدة الصيف وكذلك مسؤولي نادي النص سافروا إلى لندن لحسم الصفقة مع مسؤولي نادي تي سي وكذلك الصفقة تقترب بنسبة 90% أن حاكم زياج سوف ينتقل إلى الدول السعودي وتحديدا إلى نادي النص كما قلت وكذلك حسب ما أكد الصحافة العالمية أن الدول المغربي وافق مبدئيا على انتقال إلى الدول السعودي وإلى نادي النصر السعودي ليكون تنائي بينه وبين كريستان ردو واحد من أساطر على مقر القدم طبعا حسب التوقع الشخصي أن الصفقة سوف تتسين بنسبة 90% وأن الدول المغربية سوف يغادر أوروبا في تجاه الدول السعودي ونادي النصر السعودي والصفقة الرابعة هي للدول الجزائري رياد محلث ما أكدت الصحافة العالمية والإنجليزية أن المفاوضة بين الأهلي وماشرستان سيتي حول الصفقة ما زالت مستمرة اللاعب أعطى موافقة مبدئية على انتقال إلى الدول السعودي لكن حاليا لا شيء رسمي فرياد محلث لا زال لاعب نادي ماشرستان سيتي الإنجليزي كما أكد الصحافة العالمية أن الأهلي قدم عرض في انتظار موافقة نادي ماشرستان سيتي على العرض وإتمام الصفقة لكن كما قلت لا شيء رسمي لحد السعودي وأن ماشرستان سيتي ورياد محلث لا زال مرتبط مع ماشرستان سيتي في الوقت الرهي لكن حسب رأيي الشخصي أن الصفقة بنسبة 8% سوف تتبلي أن الأهلي هو النادي الذي قدم عرض رسمي وقدم عرض منطقي لتعاقد بعد دولي جزائري هرياد محلث واحد من نجوم نادي ماشرستان سيتي في الموسم المقادر واللاعب الأخير والصفقة الأخيرة في هذا الفيديو هو لللاعب الجابوني أوباميونك لاعب البلوز تشيلسي الذي أكد أنه سوف يغادر البلوز في المركات الحالي ما أكدت الصحافة العالمية أن هناك ناديين مهتم بالتوقع مع أوباميونك وهو نادي الأهلي السعودي ونادي الشباب السعودي يطمح بقول التوقع مع الجابوني أوباميونك أوباميونك لم يوافق على العرض الأول الذي قدمه للأهلي لكن الأهلي سوف يطمح لتقديم عرض ثاني والضفر بخدمات الدولي الجابوني أوباميونك نجم البلوز تشيلسي والبرصة سابقا كذلك الصفقة لم تتم بشكل رسمي لكن الأهلي في المفاوضات بينه وبين اللاعب لإتمام الصفقة في الأسابيع القادمة طبعا قدمت في هذا الفيديو الصفقة لللاعبين من القرى الإفريقية المحتمال لقدمهم إلى الدولي السعودي ما هي الصفقة التي سوف تكون مفاجئة لكم وما هي الصفقة التي ستضلها للاعبين عرب وإفريقية في المستقبل وهل منطقة حكم زياج وريد محلاز الذهب إلى السعودي وهما باقي في إمكانيات تقديم أداء خرافي على المستوى الأوروبي طبعا هذا وكل شبادينا أتمنى منكم أن لا تنسوا الاشتراك لفيديو سريكاكو جديد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة